بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين يا ملاك الله المقلد حراستي من رأفته تعالى نور عقلي واحرسني ودبرني وأرشدني وخلصني من الشر آمين بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير تعلمنا في درس سابق عن الأسرار وقلنا أنها علامات محسوسة تظهر محبة الله لنا وعدد الأسرار هو سبع أسرار ما هي الأسرار؟ العمات التثبيت القربان الأقدس التوبة مسحة المرضى الكهنود الزواج أما اليوم فسنتحدث عن العمات بشكل خاص ويسوع أيضا اعتمد وعندما حان الوقت توجه يسوع إلى نهر الأردن حيث كان ابن خالته يحنى المعمدان يعمد بالماء وعندما اقترب يسوع أشار إليه يحنى وقال انظروا هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم ثم عمد يحنى يسوع فانفتحت السماء فجأة ونزل الروح القدس على يسوع على شكل حمامة وجاء صوت الله من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر إذن ما هو العمات؟ العمات هو سر وضعه المسيح ليجعلنا أبناء الله هل تذكرون أعزائي الخطيئة الأصلية؟ خطيئة آدم وحواء عندما طلب منهم الله أن يأكلوا من جميع شجر الجنة معدى شجرة معرفة الخير والشر ولكن آدم وحواء لم يسمعوا كلام الله وأكلوا من هذه الشجرة تلك تدعى الخطيئة الأصلية العمات يمحو هذه الخطيئة منا وبالعمات نصبح أبناء الله إذن كيف يتم العمات وماذا نستعمل فيه؟ يتم العمات عندما يصب الكاهن الماء على الرأس ويقول أنا أعمدك باسم الآب والإبن والروح القدس نستعمل بالعمات جرن المعمودية وهو الجرن الذي يصب الماء على الرأس فيه والماء الشمعة ترمز إلى نور المسيح ثوب المعمودية الأبيض ويرمز إلى الطهارة والنقاء ودخول المسيح إلى حياة الطفل الزيت المقدس والذي يرمز إلى القوة والثبات ويكون لكل طفل إشبين يحمله أثناء العمات ليتولى رعايته دينياً في المستقبل ترجمة نانسي قنقر